وطيرة الخروقات الأمنية في مناطق جنوبية فلوجة باتت تتزايد يوما بعد آخر حيث شهدت المناطق التي كانت تحت قبضة تنظيم داعش عمليات إرهابية ضد المواطنين العزلة والقوات الأمنية المتواجدة هناك وعلى إثر ذلك بناء على معلومات استخبارية دقيقة شرعت الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع كتيبة هندسة الميدان في الفرقة الرابعة عشر بعملية تفتيش ومسح ميداني للمناطق المشتبه بها حيث تمكنوا من تفجير ثلاثة أكداس للعتادة في منطقة جسر التفاحة كما تمخضت العملية بضبط عددا من الأسلحة والمواد التي تدخل في صناعة المتفجرات تابعا لعصابات داعش الإرهابية وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بقضايا إجرامية ويبدو إن تكرار مشهد الخروقات الأمنية في مناطق جنوبية فلوجة يتزامن مع عودة العوائل المهجرة إلى منازلهم الأمر الذي يستدعي ضرورة تعزيز الجهد الأمني والاستخباري في مناطق جنوبية فلوجة خشية من دخول جماعات إرهابية تحاول زعزاعة الأمن في المناطق التي كانت تحت قبضة تنظيم داعش وهذا ما يراه مراقبون وخبراء في الشأن الأمنية من بغداد سقر منذر WTV